اشتركوا في القناة ابو الوليد القراشي الاموي الدمشقي امير المؤمنين وامه ام هشام بنت هشام بن اسماعيل المخزومي ولد هشام بن عبد الملك على القول الراجح سنة 72 هجرية وسماه عبد الملك منصورا لانتصاره على مصعب في تلك السنة قضى هشام الشطر الاخير من طفولته في منزل الخلافة الاموي بالشام في اواخر حكم ابيه واخوته من الخلفاء وكان مغمورا في البلاط الاموي زمن اخويه الوليد وسليمان وقد بقي بعيدا عن مسرح الاحداث نسبيا حتى توليه الخلافة سنة 105 هجرية وهو الرابع من ولد عبد الملك لصلبه الذين ولوا الخلافة وصف بالبخل وجمع المال قال الجاحظ كان هشام يقول ضع الدرهم على الدرهم يكون مهلا ويبدو ان السبب في هذا الوصف شدة مراقبته للمال العام فقد كان شديد المحاسبة للمشرفين على الديوان وحريصا على مال المسلمين ولذلك وصفه الشعراء والكتاب بالبخل لان الشعراء اعتاد الهبات الكبيرة من ملوك بني امية كان لهشام عشرة من الاولاد الذكور وبعض البنات ويختلف المؤرخون في عددهم فيذكر ابن حزم ان عددهم كان 16 ولدا وبعض البنات وقد حاول هشام ان يحسن تربية اولاده فاختار لهم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المحدث لتأديبهم واختار هشام لاولاده ايضا من يعلمهم اللغة والشعر وكان يحضر احيانا مجالس مؤدبيهم وكان يعطي مؤدب ولده الف درهم كل شهر الى جانب الكسوة والجوائز وكان يوصي مؤدب ابنه ان يعلمه القرآن ويروه الاشعار وايام الناس ويأخذه بعلم الفرائض والسنن وقيل اوصاه ان يأخذ ولده بكتاب الله ويقريه في كل يوم عشر ايات ليحفظ القرآن ويروه من الشعر احسنه ويتخلل به مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرفا من الحلال والحرام والخطب ويصله باهل الفقه والدين وبالرغم من ذلك فقد اساء بعض ابنائه السيرة ولم يشتهر احد منهم بعد سقوط الدولة الاموية عدا حفيده عبد الرحمن بن معاوية بن هشام مؤسس الدولة الاموية بالاندلس ويذكر ان هشام انشتم ابنه محمدا لقيام احد عبيده بضرب طفل نصراني كان قد اعتدى على احد اولاد محمد كما منع احد اولاده من ركوب الدابة سنة عقابا له على عدم حضوره لصلاة الجمعة بحجة موت دابته وانه ليس باستطاعته ان يحضر الى المسجد ماشيا وقد كان هشام يهتم بتصرفات اولاده ويرغب لهم ان تكون سمعتهم جيدة بين الناس وتصلح احوالهم مع ربهم ودينهم ويتضح ذلك من اختياره لمؤدبهم وتوليتهم مواسم الحج واجبارهم على حضور الجمعة كما كان هشام يشرك اولاده بالحروب ويقلدهم قيادة جيوش الغزو وقد اشتهر منهم معاوية بن هشام قال عنه ابن حزم قاد الصوائف عشر سنين وقد شارك معاوية في قيادة الحملات الموجهة لغزو الروم زمن ابيه اكثر من عشر مرات وقد شارك في قيادة حملات الغزو من اولاد هشام سليمان ومسلمة وسعيد ومحمد تولى هشام بن عبد الملك الخلافة بعهد من اخيه يزيد سنة 105 هجرية وكان هشام يعد من ساسة بني امي المشهورين كان شديد المراقبة لعماله ودواوينه وقد شهد له بجدارته احد خصومه فقال عبد الله بن علي بن العباس جمعت دواوين بني مروان فلم ارى ديوانا اصح ولا اصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام كان هشام يضع الرقباء والعيون من خيار الناس على ولاته وعماله ليتأكد من سيرهم بالعدل وقضائهم حوائج الخلق ولا يكتفي بذلك بل يتعرض للناس بنفسه يسأل عن احوالهم ويحرضهم على المطالبة بحقوقهم وكان له موضع بالرصافة تضرب له به السرادقات فيكون فيه ستين ليلة بارزا للناس يرد فيها المظالم ويأخذ على يد الظالم من جميع الناس واطراف البلاد ويستقبل وفود الامصار فيلبي حاجاتهم ويخرج مع مستشاريه يصنع لهم الطعام بنفسه فيأكل منه ويأكل معه الناس وان نشبت بينه وبين احد من اشراف رعيته خصومة لم يجد مفرا من ارضائه بكل سبيل فقد شتم هشام مرة رجلا من الاشراف فوبخه ذلك الرجل وقال اما تستحي ان تشتمني وانت خليفة الله في الارض فاستحى منه وقال اقتص مني فقال اذا انا سفيه مثلك قال فخذ عوضا من المال قال ما كنت لأفعل قال فهبها لله قال هي لله ثم لك فنكس هشام رأسه واستحى وقال والله لا اعود الى مثلها ابدا وقد حدثت في خلافته انقحطة البادية فقدمت عليه وفود العرب فهابوا ان يكلموه وكان فيهم درواس ابن حبيب وهو ابن ست عشرة سنة ثم قال هشام لحاجبه من اراد ان يدخل علي فليدخل فدخل حتى الصبيان فوثب درواس حتى وقف بين يديه فقال يا امير المؤمنين ان للكلام طيا ونشرا وانه لا يعرف ما في طيه الا بنشره فان اذن لي امير المؤمنين ان انشره نشرته فاعجبه كلامه وقال انشره لله درك فقال يا امير المؤمنين انه اصابتنا سنون ثلاث سنة اذابت الشحم وسنة اكلت اللحم وسنة دقت العظم وفي ايديكم فضول مال فان كانت لله ففرقوها على عباده وان كانت لهم فلا تحبسوها عنهم وان كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فان الله يجزي المتصدقين قال هشام ما ترك لنا الغلام واحدة من الثلاث عذرا فامر للبوادي بمائة الف دينار وله بمائة الف درهم ثم قال له اما لك حاجة قال ما لي حاجة في نفسي دون عامة المسلمين كان هشام لا يدخل بيت ماله مالا حتى يشهد اربعون رجلا انه اخذ من حقه ولقد اعطى لكل ذي حق حقه ويقال انه جمع من الاموال ما لم يجمعه خليفة قبله كان هشام اذا صلى الغدا كان اول من يدخل عليه حرسه فيخبره بما حدث في الليل ثم يدخل عليه موليان له مع كل واحد منهما مصحف فيقعد احدهما عن يمينه والاخر عن يساره حتى يقرأ عليهما جزءه ويدخل الحاجب فيقول فلان بالباب وفلان وفلان فيقول ائذن فلا يزال الناس يدخلون عليه فاذا انتصف النهار وضع طعامه ورفعت الستور ودخل الناس واصحاب الحوائج وكاتبه جالس خلف ظهره فيقول اصحاب الحوائج فيسألون حوائجهم فيقول لا ونعم والكاتب خلفه يوقع بما يقول حتى اذا فرغ من طعامه وانصرف الناس صار الى قائلته فاذا صل الظهر دعا بكتابه فناظرهم فيما ورد من امور الناس حتى يصلي العصر فاذا صل العشاء حضره سماره الزهري وغيره وقد كان هشام في خلافته حازم الرأي جماعا للاموال ذكيا مدبرا له بعد للامور جليلها وحقيرها وكان فيه حلم وانا قال فيه الذهبي كان عاقلا حازما سائسا فيه ظلم وعدل كان هشام بن عبد الملك يستجيد الخيل وقام الحلبة فاجتمع له من خيله فيها وخيل غيره اربعة الاف فرس ولم يكن ذلك في جاهلية ولا اسلام لاحد من الناس وكان هشام يقبل الهدايا من الخيل ويقيم حلبات السباق لها ويصلح الطرق ويوسعها لاجل ذلك وكان يفرح كثيرا اذا فازت خيله في السباق ويطلب من الشعراء وصف الفرس او الحصان الفائز كان هشام يتقبل الهدايا من الولاة وغيرهم ولم يرى بذلك اضرارا بمصلحة الدولة او اجحافا بحقوق الناس ولا شك ان قبوله للهدايا من الولاة خاصة وعدم امعانه في التحري عن مصادر تلك الهدايا امر غير مقبول من حاكم مثله وهذا مخالف للنهج الذي سار الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز عليه فعن ابي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتيبة فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية اهديت لي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاتا تعير ثم رفع يده حتى رؤيا بياض ابطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع اذني صحيح البخاري كان الخليفة هشام بن عبد الملك شغوفا بالاطلاع على الاثار الادبية الخاصة بالامم الاخرى فقد امر بترجمة كتاب عن تاريخ فارس وتسرب هذا الشغف الى المحيطين به فترجم مولاه سالم بعض كتب ارستو الى العربية كما ورث ابنه جبلة ابن سالم عن ابيه كثيرا من معارفه وعلومه فترجم بعض الاثار التاريخية الى العربية جاءت روايات لا يصح اسنادها تشير الى ان هشام بن عبد الملك كان يشرب الخمر كل يوم جمعة بعد الصلاة وكانت له مجالس يدار فيها الخمر فان تلك الروايات لا تصح من حيث السند كما ان سيرة هشام منافية لهذا الاتهام الباطل فقد زجر ولي عهده لمعاقرته وادمانه الخمر كما زجر ابنه مسلم المكنى ابا شاكر والزمه الادب وحضور الجماعة عندما تولى هشام بن عبد الملك حاول تقريب بعض العلماء بعض الشيء والاستفادة منهم ومن اشهر هؤلاء العلماء العالم الجليل محمد بن شهاب الزهري والامام الاوزاعي وابو الزناد وغيرهم وكان تأثير هؤلاء العلماء في اتخاذ القرار في بعض الجوانب وبطريق غير مباشر من خلال تأثير قربهم من الخليفة واسرته لا سيم الزهري على سلوك هشام وسيرته ولعل الذي حد من تأثير العلماء في توجيه القرار في عهد هشام مقارنة بتأثيرهم في عهد عمر بن عبد العزيز هو محاولة هشام ان يمسك العصى من الوسط فحاول ان يسير وسطا بين سياسة عمر بن عبد العزيز الاسلامية الخالصة وسياسة الملك ووسطا بين عصبية القبائل القيسية واليمنية وهذا ما دعا الذهبي حين وصف سياسته ان يقول فيه فيه ظلم مع عدل لم يكن هشام بن عبد الملك رجل دولة من طراز رفيع في ادارة شؤون الدولة الداخلية فحسب بل اعطى عناية كبيرة للسياسة الخارجية ولسيانة حدود الدولة وتأدي باعدائها يقول فيلهاوسن ولا شك ان المؤرخ يخطئ في تصور هشام اذا ظن انه كان خليفة لا هم له الا امور الادارة والشؤون الداخلية على ان هشاما لم يكن جنديا ولكنه لم يكن يرهب الحروب بل هو وجهها بهم وبكل الوسائل وجهز جيوشا كبيرة ولم يدخر في ذلك الاموال ولا حياة الرجال وكانت يداه دائما مشغولتين بالمشروعات الحربية في اكثر المواضع تباعدا فقد كانت جيوشه تقف بالمرصاد للروم واستمر في اقامة الحصون على الحدود وكان قواده لا يكفون عن الغزو والجهاد وكان هشام يسند قيادة الجيوش في معظم الاحيان الى رجال من اسرته مثل اخيه مسلم بن عبد الملك وابناؤه معاوية وسليمان وابناء عمه مثل مروان بن محمد بن مروان وابناء اخوته مثل العباس بن الوليد بن عبد الملك واذا كان هناك من مأخذ على هشام بن عبد الملك فهو تغافله عن دعاة بن العباس الذين نشطوا في عهده في الدعوة لآل البيت وانبثوا في خراسان وجدوا في تشويه سمعة الدولة الاموية وفي الاستعداد لتقويضه ولعل كراهية هشام للعنف وسفك الدماء كانت سببا في تغاضيه عنهم حتى استفحل امرهم وقد ظهرت اثار ذلك قبيل وفاته واستفحلت بعده بحيث لم يستطع خلفاؤه وقف مد الدعوة العباسية التي نجحت في نهاية الامر في القضاء التام على اسرته ولذلك يقول ابن كثير لما مات هشام بن عبد الملك مات ملك بني امية وتولى وادبر امر الجهاد في سبيل الله واضطرب امرهم جدا وان كانت تأخرت ايامهم بعده نحوا من سبع سنين ولكن في اختلاف وهيج وما زالوا كذلك حتى خرجت عليهم بن العباس فاستلبوهم نعمتهم وملكهم وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم الخلافة توفي هشام بن عبد الملك يوم الاربعاء من شهر ربيع الاخر سنة 125 هجرية